اشتركوا في القناة سيتم الاعلان عن تفاصيله في منتدى الشرق الاوسط للتأمين مطلع فبراير المقبل واوضح نائب الرئيس ورئيس التنفيذي لشركة الشرق الاوسط العالمية للاستشارات الدكتور سيد فاروق خلال مؤتمر صحفيا في مصرف البحرين المركزي ان التقرير سيساعد قادة صناعة خدمات التأمين في اتخاذ قرارات استراتيجية رئيسية والاستفادة من الفرص الناشئة فيما اكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر اكد مرونة قطاع التأمين بمملكة البحرين في التعاطي مع تدايات تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية طبعا هذه التقرير هو تقرير تم اصداره لأول سنة بالنسبة حق يعطي صورة واضحة لأسواق التأمين في المنطقة للالفين وستة عشر ويشمل جميع الأسواق في منطقة الشرق الاوسط بما فيه سوق التأمين البحريني طبعا أحد النتائج التي توصل له الريبورت هو ارتفاع حجم البنتريشن لمملكة البحرين مقارنة بعدد من الدول الأخرى وهذا شيء نفخر فيه أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 5.38 عن معدل الإقفال السبق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وستة وستين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وعشرون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال اثنين وأربعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 89% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر